في عنوين النشرة الجديد تنشر ومحضر القرار الاتهامي بتفجيري طرابلس واريفي يطلب مقادرة السفير أدخل الحكومة اللبنانية إلى طرد سفير هذا النظام من لبنان وإلى قطع كل العلاقات مع هذا النظام بعد منعها من التصريح بشرة فوق القانون وتتحدى يعني أنا اليوم بخندق الحسين وهني كلهم بخندق يزير كلهم بدون استثناء قطع البحر لمد الجسور سباحة متواصلة من صيدة إلى بيروت اختلسوا المليارات من أجيروشتورا وتركوه وحيداً ليش غاب كشف حساب البنك خمس سنين مين غيبوا؟ الإرهاب يبلغ الفلبين ويستهدف الرئيس موسيقى 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 موسى الخير بات آب دموي قبل ثلاثة أعوام كانت طرابلس تموت في مساجدها كانت النار تلتهم المصلين من بيوت الله خمسون شهيداً ومئات الجرحة الذين لم تشف جراحهم إلى اليوم ظلوا يبحثون عن الفاعل من القريب والبعيد تستحق طرابلس أن تعرف سر شهادتها أن تؤدي صلاة الغائب عن أرواح من سقطوا فلمدينتهم التقوى وعليهم السلام وفي آب جديد وبعد سنوات ثلاث صدر القرار الاتهامي الذي تضمن تسمية ضابطين من الاستخبارات السورية خططا وأشرفا على التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في الاستخبارات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في الاستخبارات السورية ناصر جوبان ومما جاء في حيثيات القرار أن السيارة فخخت في سوريا وأن عناصر من الاستخبارات السورية أوصلوها إلى الحدود ومن هناك تسلمها لبنانيون والهدف هو الانتقام من الشخصيات المعادية للنظام السوري وعلى رأسهم ريفي والرافعي وآخرون ويتضمن القرار الصادر عن القاضي ألاء الخطيب عددا من الرموز والأرقام كاشفا عن الرقم الممنوع والخلية المخططة والخلية المنفدة وبينها خمسة لبنانيين القاضي الخطيب بنى قراره وفقا لمطالعة النيابة العامة التمييزية وفي المجريات القضائية اللاحقة التي سيسلكها هذا الملف أن المحقق العدلي سيحيل قراره هذا إلى المجلس العدلي تمهيدا لبدء المحاكمات وإذا كانت ردود الفعل العاصفة متوقعة من الرئيس سعد الحريري ووزير العدل أشرف ريفي فإن اللافت في المواقف كان تصريح الوزير السابق فيصل عبر كرامي الذي سطر بيانا فيه الحزن على جريمة من صنع جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة إذن القرار الاتهامي في قضية تفجيري طرابلس يتهم ضابطين في الاستخبارات السورية بالوقوف وراء الجريمة في الثالث والعشرين من آب 2013 ضرب الإرهاب مدينة طرابلس مستهدفا مسجداء الطق والسلام والحصيلة خمسون شهيدا ومئات الجرحة اليوم وبعد نحو ثلاث سنوات على التوقفات والتحقيقات في القضية أصدر القاضي ألاء الخطيب القرار الاتهامي وتضمن تسمية ضابطين في الاستخبارات السورية خططا وأشرفا على التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان كما سطر القرار مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين الذين أصدروا الأوامر والتوجيهات إلى الضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم التي بيّنت التحقيقات أن الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى في الاستخبارات السورية هذا فضلا عن التوقفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من خمسة أشخاص من جبل محسن وأبرز الموقفين فيها هو يوسف الدياب الذي نفذ بيده عن بعض بواسطة جهاز تفجير مسجد السلام أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سوريا وفي القرار الاتهامي الذي حصلت الجديد على نسخة منه ننقل بعضا من تفاصيله المدعي عليه مصطفى حوري أفاد بأن المدعي عليه أحمد غريب وهو القيادي في حركة التوحيد الإسلامي التابع للشيخ هاشم منقارة قد فاتحه في موضوع الانتقام من الشخصيات المعادية للنظام السوري وقد أعلمه بإمكان جلب سيارة مفخخة لوضعها أمام المسجد وذلك بعد تفخيهها في منطقة طرطوس السورية أو قرب الحدود اللبنانية السورية وذكر المدعي عليه غريب للمدعي عليه حوري أهداف أخرى غير الشيخ سالم الرافعي وهي اللواء الشرفريفي والنائب خالد الضاهر والنائب السابق مصطفى علوش والعقيد المتقاعد عميد حمود في المقابل أفاد المدعي عليه غريب بأنه علم عرفة بالنقيب في الاستخبارات السورية فرع فلسطين المدعي عليه محمد علي الملقب بأبو جاسم ويلتقيه في مكتبه في الفرع المذكور وأحيانا في المطاعم وأن النقيب فاتحه في موضوع تفجير مسجد التقوى حيث جرى عقد أربعة لقاءات متتالية تم تخصيصها للبحث في هذا الموضوع حصرا وقد تبين لمحققي شعبة المعلومات أن حاسوب المدعي عليه أحمد غريب يحتوي على معلومات أمنية مشتبه فيها وعلى صور لبعض الشخصيات والسيارات مع أرقام لوحاتها وهوية مالكيها وصور لبعض التجمعات الحاصلة في مدينة ترابلس مع وضع دوائر مرقمة لبعض الأشخاص عدا تفاصيل عن أسلحة وذخيرة وقذائف كما تبين أن المدع عليه غريب يحتفظ في ذاكرة هاتفه برقم سوري مشتبه فيه بقضايا أمنية أخرى جرى حفظه باسم الممنوع وأن هذا الرقم قد استخدم سابقا في إرسال بعض رسائل إلى هواتف بعض شخصيات الرابع عشر من أذار عقب استشهاد اللواء يسام الحسن وفيه تهديد بما مفاده أنه جرى اختيال واحد من عشر وأن الدور سيلحق بحسب القرار الاتهامي وفي تفصيل لافت أنه بعد سؤال غريب عن كيفية تفخيخ السيارة ومدى علم المدة عليه مصطفى حوري بهذا الموضوع أفاد غريب التالي مصطفى حوري يجب أن يستلم السيارة المفخخة عند الحدود بعد أن أكون أنا أي غريب قد أدخلتها بعد التنصيق مع الاستخبارات السورية التي تكون قد أحضرتها إلى الحدود اللبنانية في منطقة آمنة ويتابع غريب علمت مصطفى أنه ستكون مهمته نقل السيارة إلى طرابلس أمام الهدف المطلوب من الاستخبارات السورية ويشرح القرار الاتهامي أيضا مسار السيارتين المفخختين التي جرى رصدهما تحضران من جهة الحدود الشمالية عبر طريق الهرمل ومن ثم الإبييت حيث تمت متابعة مسارهما طول الطريق باتجاه جسر الملول في طرابلس ودخولها إلى جبل محسن وفي ردود الفعل الحريري يحتفي بساعة الحقيقة وريفي يطالب بطرد السفير السوري فور صدور القرار الاتهامي في قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس علق الرئيس سعد الحريري على القرار فرأى أنه يوجه الاتهام مباشرة إلى النظام السوري واستخباراته وأجهزته وأضاف في تغريدات عبر تويتر ها نحن أخيرا أمام ساعة الحقيقة التي تسطر فيها العدالة مذكرات بحق ضباط استخبارات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوما أن أحدا لن يكشفهم ولن يسميهم تعليق الحريري على القرار تلاه مؤتمر صحفي لوزير العدل المستقيل أشرف ريفي أمام هذا القرار الذي يرد بالتفصيل تورط مخابرات النظام السوري بارتكاب تفجير المجدين أدعو الحكومة اللبنانية إلى طرد سفير هذا النظام من لبنان وإلى قطع كل العلاقات مع هذا النظام الذي ثبت ضلوع مخابراته بارتكاب الجريمة وهذا هو مطلب أهل الشهداء والجرحة وجميع اللبنانيين الذين اكتووا بإجرام هذا النظام هناك شبهة كبيرة لدور الحزب العربي الديمقراطي ثبت تماما أن السيارتين كانت ببقعة يسيطر عليها الحزب العربي الديمقراطي وهناك تهريب لضالعين أساسيين في هذه الجريمة من الأراضي اللبناني للأراضي السوري عبر علي عيد وسائقه الشخصي وعبر أشخاص آخرين هناك شبهة كبيرة العمل القضائي لم ينتهي بعد الحزب العربي الديمقراطي في المقابل رفض التعليق مباشرة على القرار والتزم عدم الإدلاء بأي تصريح واكتفى رئيسه رفع تعيد الموجود في دمشق بالقول إن المجلس العدلي سيثبت غدا أن لا علاقة لنا بهذا التفجير لا تخطيطا ولا تنفيذا ولا عبر توفير وسائل المساعدة أما الوزير السابق فيصل كرامي فقال إنما يحزننا فعلا أن تكون مثل هذه الجريمة التي استهدفت المصلين في بيتين من بيوت الله وأوقعت عشرات الأبرياء من أهلنا من صنع جهات نعتبرها شقيقة وصديقة وجارة وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بأقسى وأقسى العقوبات للفاعلين والمتورطين في جريمة بشعة لا تقبل أي تبرير الرئيس نجيب ميقاتي بدوره قال عبر تويتر إن صدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير المسجدين خطوة أساسية على طريق إحقاق الحق مطالبا بالإسراع في إجراء المحاكمات وملاحقة الضالعين في الجريمة الإرهابية ومن وراءهم شركة جهاد العرب تفوز بمناقصة فرز النفايات ومعالجتها في بيروت وجبل لبنان باستثناء جبيل بعد تجاوز المهل المعلنة أكثر من شهرين رست مناقصة تلزيم أعمال معالجة النفايات المنزلية لبيروت وكسروان والمتن باستثناء جبيل وشوف علي على شركة الجهاد المقاولات المملكة من المقاول جهاد العرب ليمسك العرب بمعاية مجلس الإنماء والإعمار بملف النفايات من ألفه إلى يائه ويعيدنا بالذاكرة القريبة إلى سوكلين المناقصة اليوم ثبتت شركة الجهاد للمقاولات المملوكة من جهاد العرب كواريس شبه حصري للقطاع بعد انسحاب سوكلين من واسوكومي من مناقصة المعالجة واللافت في الموضوع أن العرب عرف اللعبة فأتقنها وتبين الأسعار فرقا بملايين الدولارات بينه وبين منافسه وتظهر أيضا أن السعر لدى المنافس باتكو ثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وسبعة ألاف في مقابل العرب الذي حرق سعره ليصل إلى ثلاثة وسبعين مليونا وستمائة وثمانين ألف دولار شركة الجهاد للمقاولات تقدمت بسعر هو أقل بما بما لا يقاص عن السعر المحدد وأساسا الاستشاري لكلفة هالمشروع يعني معلومات بتقول أنه الاستشاري رفيق خوري حدد كلفة هذا المشروع الذي هو فرز ومعالجة النفايات وتطوير وتأهيل مع ملكورال للتسبيخ بحوالة 160 مليون دولار بوقت ما أنه شركة الجهاد للمقاولات سعرت للقيام بجميع هذه الخدمات بكلفة حوالة 73 مليون دولار على أربع سنوات أما العبرة في التنفيذ ومعالجة 260 ألف طن بحسب المناقصة في لبنان مشكلة المشاكل تاريخيا كانت نوعية التسبيخ الرديق سؤال أنه بهالسعر المقدم من شركة جهاد للمقاولات اللي هو حوالي 9 دولار على الطون هل نحن عم نروح على سباخ من أي نوع بتصور أنه بـ 9 دولار للطون نحن مش راحين على تطوير قطاع إعادة تدوير النفايات العضوية في لبنان نحن راحين على أربع سنين راح نرجع فيه نشهد نفس السيناريو يعني عم نروح على نسبة طمر ما راح تنزل عن 85% إلى 80% بأحسن الأحوال لكل حديث عن انسحاب بيروت من المعالجة كان محاولة للوضع اليد على الموقع الحالي بالكارنتينا وبذلك تبقى العين على مدى ارتفاع جبال النفايات في لبنان في الأيام المقبلة الانحلاق قناة الجديد ياريت في نسافر تمنى الطفل خالد الشبطي وتحقق الحلم تغاضى عن تعقيدات واقعه وانتفض على أوجاع محيطه وأمعنى في فسحة الأمل هو المشاغب خالد الشبطي الحالم الذكي الذي لم يسلم من مقالبه لا صغير ولا كبير بفوت على الدكان بعمل فيه مقالب كثير كثير يعني حركة كثير يعني وزكي بفوت من هنا من تحت ما بيخليني أشوف هو صغير لأنه بفوت هيك ما بشوفه إلا جوه وبعد يأكل جوه الشوكولات بقول لي مشان شوه ما بشوفتني أوقت بكون واحد معصب ما بقدر يتحمل مقالبه بده مرة هيك ضربته وزعلت نوية الزكي لدرجة إنه مفاتها الفوتي مرغم قدش نفوتنا كثير على المطار ما يخلونها نفوت لعند الحاجز كيف فات وطلع بالطير هذا معناته إنه في عنده ضرب زكي كثير فتن لم يعرفه سوى قلة من أبناء المخيم لكن مغامرته جعلت اسمه على كل لسان كيف لا وقد تفوق على الأجهزة الأمنية اللبنانية مجتمعة خوف العائلة عليه دفعها إلى لملمة تفاصيل مغامرته لكن هذه الحكاية لابد ستخرج إلى العلن ويرويها لأقربائه والجيران وقد يظهر في خلال أيام على وسائل الإعلام عارضا صورا التقطها بهاتفه الخلوي على متن الطائرة عاش ابن الثالثة عشرة في مخيم برج البراجنة واعتقد أن الطائرة لعبة حلم بالسفر إلى حين ذهابه لوداع خاله في مطار بيروت الذي ذهب للحج فأيقن أن الطائرة حقيقة وقرر تحقيق حلمه احتمى بعائلات وتذاكى على القوى الأمنية واجتهز كل الحواجز واصلا إلى باب الطائرة اختبأ في المرحاض إلى حين إقلاعها اكتشف أمره فعاد إلى حياته وحيه ومنزله وأصدقائه وهواياته الأحب على قلبه دراجاته النارية وطاولة البلياري هذه كان طالع شوف الطائرة فجأة طلع الطائرة لحالك كل تفاجأ أنه طلعوا بالطائرة وهو لأنه ما له حركات هيك وهي أول مرة بسويها يعني شو خبرك عن تجربته السفر حلو بس أنه بخوف كمان وزي هيك صار فيه وزي أبل هيك صار خاف لما تحقق معه أكيد كتير خالد شخص مسل كتير ومهضوم محبوب وما حدا بعمل معه مشاكل كتير وهو بحب يظلوا يتسلوا ويغامر ويعمل أشياء كتير حلوة كنا نشوفوا أنه هو مثلا يجي على المتسيق يكونوا عم بلعب شوفوا بالبليار نلعب نحن وياه سوا نعب بكمبيوتر سوا عنده كم شغل ليه هو بحب يعملها مثل مثلا أنه يلعب بليار يسوي متسيق أنه هيك مغامرة وهيك عائلة خالد التزمت الصمت مكتفية بأن ابنها حقق حلمه كيف لا وخالد قبل أسبوعين قال لوالده ياريتني في نسافر رواند أبوخزام قناة الجديد بعد صدور القرار القضائي بمنعها من التحدث في قضية السيد موسى الصدر ورفقيه بشرة الخليل تقول للجديد أنا في خندق الحسين أدافع عن الظلم أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلف الحسن قرارا نافذا قضى بمنع المحامية بشرى الخليل من الكلام في قضية الإمام موسى الصدر ورفقيه على أي وسيلة أعلامية تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها خمسون مليون ليرا لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار وجاء قرار الحسن بعد دعوة تقدم بها صدر الدين نجل الإمام الصدر بما أنه قرار قضائي سواء كان قانوني أو مش قانوني مقتنع فيها ومش مقتنع فيها بس بدي ألتزم فيه هلأ أنا طبعا بدي أستأنف استأنف مش عشان حالي بدي أستأنف لمصلحة القانون خاصة أنه مش قضية خاصة صاحب القضية الرئيس بري من يومين بيصور كان عم بيقول هاي قضية وطنية وأقليمية ودولية يعني يوم سلطان جائر عم بيصادر الحريات عم بيكمل أفواه بأي حق بيكمل أفواه المأخذ الأول عليك أنه حضرتك قلت أنه الإمام قد استشهد ثالث يوم من اختطافه حضرتك اليوم بعدك على حكيك هلأ أنت عم تحرجين أنا ما فيني بعض أقرب صوت هذا الموضوع بس أنا بدي أجيبك بكلمة كل ما قلته بإطار قضية هانيبال القزافة دفاعا عنه كل ما صرحت فيه هو صحي وكل حدا تناقض معي بالكلام هو عم بيحكي غلط وأنا بحكي صحي الحكي اللي حضرتك ذكرتها عن الإمام ما كان موثق أو ما فيه أدلة بحسب الدعوة يعني أو القرار القضاء شوفي هلأ لما شخص بده يحكي كلام ويجي حدتين يعترض عليه يقول كلام غير صحيح بروح بيدنا عليه جزائيا بالنياب العام أنا كنت انتظر دعوة بالنياب العام ومستعدة كل الأدلة اللي عندي تجيب وكل الشهود سميهم وشهود روس كبيرة بالبلد سميهم الشهود وعن توقعها الإفراج عن موكلها السابق هاني بعل القذافي بعد إحياء ذكر تغييب الإمام موسى الصدر خانوا خانوا الوعد طبعا وراح حسن الشامي قابل وقال له هالكلام أنه بيقل لك بره رح يخلي سبيلك إذا أنت بتعزي البشرى الخليل فكان فخلا له له خطاب الرئيس بره واضح طبعا أصلا كان عم برد علي كل الشيء اللي بيتعلق بموضوع اللي له علاقة بهاني بال كان رد على كل شيء أنا قايلته هذا وانتقدت الخليل أحياء ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر بتحية أنت ذكرى موقف بطولي ذكرى بطل تاريخي مش بتحكي قصة مقساد فيه مقساد الحسين منكررة بشكل دائم ومنكررة نحنا للدرس الإيجابة أن الحسين اللي وقف ضد الظلم مثل ما هلأ وقف ضد الظلم أنا أنا معركت ضد الظلم يعني أنا اليوم بخندق الحسين وهني كلهم بخندق يزيد كلهم بدون استثناء وفي مجريات ما بعد تنحية الخليل فأن المحامي أكرم عزوري سيصبح الوكيلة الجديد لهنبعل القذافي لكنه لا يتمكن من ممارسة مهماته إلا بعد إذن نقابة المحامين أو تنازل من الخليل لايال سعد قناة الجديد من صيدة إلى بيروت رحلة تحدي عبر البحر خاضها بنجاح السباح اللبناني مشهور فرحات في الخمسة فجرا ومن شاطئ صيدة انطلق السباح مشهور فرحات نحو شاطئ بيروت اثنتين عشرة ساعة من السباحة استغرقت رحلة التحدي لابن بلدة الغبيري قطع فيها أربعين كيلومترا مرورا بشواطئ الجي والدمور والنعمة وخلد والأوزاعي ووصل إلى نقطة السامرلاند في منطقة الغبيري لكن ما عكر صفوة تلك المغامرة الرياضية التلوث المنتشر على طول الشاطئ يعني رياضة أولي حمسها الشباب يتركوا الدخان والأرقيلة وأني 51 سنة صرت وإن شاء الله كمان بعمل أكتر طلع كياس كبيرة وفت بكياس من أول المطار لهون اصبحت ببركة شحم يعني بتمرن أعلم رئيس دي وفيه شهود يعني فيه شهود كتير بس الأسف بتمرن بمجرير عفوا بالكلمة هذه رسالة للدولة اللبنانية لا تعتني بالشاط اللبناني نحن كبلدية معنين بالشاطئ اللي عنا بس الشاطئ اللبناني هو يفترض يكون بعناية الدولة اللبنانية ضمن خطط استراتيجية للبيئة ونظافة الشاطئ وكان رئيس بلدية صيد محمد السعودي قد رحب بالوفد البلدي والسباح قبيل انطلاقه في رحلته التي وصفت بأنها تعكس الرغبة الصادقة في مد جسور الطلاق بين أبناء الوطن نعيم برجاوي قناة الجديد طلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية يدفعون عقصاتهم مرتين هكذا فوجئ الطالب في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بلاط جبيل مع بداية العام الدراسي فالي باركينج على طول الطرقات المحيطة بالجامعة بعدما كانت هذه المساحات متاحة لجميع الطلاب ليركنوا سياراتهم مجانا كنا نصوف على الطريق كنت طولة عملنا بباليش أنا على ثلاث سنين بالجامعة وما كان فيها القصة جديدة وما أنا مبدأ يعني ما بعرف هاي دي المشكلة نحنا برأينا أنه فينا نحلها مع البلدية بطريقة بالتفاوض معهم عبر الجامعة أو عبر التلميز أنا بدي واضح أنه جامعة أبداً ما إلقيت بقصة البلدية بأنه يجوا يحتكروا الأرض ويحطوا في فالي باركينج بالعكس نحنا قلنا صنعاً نشتغل أنه الفالي باركينج اللي كان على الأوبر جيت فوق أنه يوقف وحتى كيوث 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 توقفوا لأنه كان فيه أعمال منا مضبوطة كانت عم تصير بحقلون أكيد أنه يزايحوا الطريق ويعملوا شيء أنه يأخذوا مصاري أوتكم للبلد بس ببارك ميتر مش ببالي باركينج غضب شديد اعترد طلاب ما دفعهم إلى تنظيم تحرك يرفع الصوت في وجه النفقات الإضافية التي تفرض عليهم كل يوم عم ندفع خمسة ألف بالباركينج يعني 25 ألف بالجمع وهي دا زيادة عن القصد اللي عم بيزيد من سنة لسنة وعنا كمان ندفع الغداء عنا كمان ندفع الدورمز إنه إنه نحن رح نعملنا زيارة عند رئيسة البلدية وبيوضحنا أنه هيدا الخطة اللي نعمل كرمال باركينج صار فيها تنسيق بينهم وبين الجامعة كرمال يتنظم السار من هيك إن شاء له وضحنا كمان وكرمال ما يصير فيه خلفات على الطريق يعني يعني كرمال حماية تكون إن شاء له الكيوسكيت مقابل أنه يصير في فالي باركينج هون هيدا نحن نطلب التوضيح من الطرفين يوضحونا الجامعة والبلدية حاولنا الاتصال برئيس البلدية أندريل قصيف لكن لا جواب فقضية الفالي باركينج بيد السلطة المحلية أما المواقف فللجامعة التي لبت المطالب الجامعة اللبنانية الأمريكية استجابت لمطالب طلابها وأعادت فتح المواقف مجانا لأن ما يتكبدونه من تكاليفة مادية لا ينقصه أي ضرائب تأتيه من حيث لا يدري جوال الحجموسى قناة الجديد بعد مخالفاته في المطار الجديد تكشف مخالفات وزير الأشغال غازي زعيتر في التنظيم المدني لا تقتصر مخالفات وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر على ملفات مطار رفيق الحرير الدولي وحسب بل تتوسع إلى معظم الدوائر التابعة لوزارته هذا الرسم يوضح التوظيفات في المديرية العامة للتنظيم المدني بحسب التوزيع الطائفي إذ يتولى مركز المدير العام الياس الطويل في حين يتولى مركز مصلحة المشاريع البلدية الموظف وجدي رمضان ومركز مصلحة الدروس وليد درويش توزيع المراكز على الطوائف استند إلى قرار لمجلس الخدمة المدنية وقد كان رمضان ودرويش قد عينا في مركزهما بالإنابة وليس بالتكليف ولكن بعد تسلم الوزير غازي زعيتر الأشغال العامة والنقل أصدر قرار انقضى بتكليف وليد درويش في مصلحة المشاريع البلدية بدلا من وجدي رمضان وكلف بقرار آخر علي رمضان في هذين القرارين مخالفة تعميم مجلس الخدمة المدنية الذي يؤكد أن التكليف مخالفة صارخة للقانون في حين أن قراري الإنابة قانونيان وعد ذلك يكون زعيتر قد غير التوزيع المذهبي للوظائف الذي ذكر في قرار صادر عن مجلس الخدمة المدنية أيضا هذه المخالفات دفعت وجد رمضان ووليد درويش إلى رفع دعوة أمام مجلس شورى الدولة الذي حكم لرمضان ودرويش بإبطال قراري زعيتر إلا أن زعيتر وكعادته لم يطبق قرار مجلس شورى الدولة بحيث لم يعد الموظفان إلى موقعهما ليعود ويلتف على حكم الشورى ويكلف عمر من نيمني مصلحة المشاريع البلدية ويبقي على علي رمضان في مكانه أي في مصلحة الدروس وهو ما دفع وجد رمضان إلى الادعاء مجددا لدى شورى الدولة وحصل على حكم ثان بإبطال قرارات زعيتر الذي وكعادته لم يلتزم مخالفات مواضحة للقوانين يرتكبها زعيتر ويمعن في تجاهله القرارات القضائية خدمة لمصالحه الخاصة وبالعودة إلى مؤتمره الصحفي الأخير فقد ذكر زعيتر أن لا مشكلة في التكليف أنا يمكن اليوم قرارات تكليف صحيح يمكن البعض يقول مخالفة هي ما في نص بالأنون أو بشورى الدولة أو بأي مكان آخر بيقول أن التكليف هذا مخالفة قانونية ما في نص بهالموضوع علما أن هذا التعميم مواضح ويعتبر التكليف مخالفا للقانون وفي مؤتمره الصحفي عاتب زعيتر الصحفيين طالبا إليه مراجعتهم قبل عرض مستنداتهم إذا فيه أي شيء استفسار بالمستقبل نصيحة زعيتر مسموعة لكنه لا يستمع إلى الآخرين فعندما اتصلنا به رفض الحديث في الموضوع لأننا نعلم ويعلم الوزير أن ما في النفوس ليس كما في النصوص وأن العبرة أو المخالفة مطبوعة في السجلات اختلاص أكثر من مليونين وخمسمائة ألف دولار من مركز أوجيرو في شتورة أوقف واحد فقط والمدع عليهم الآخرون بخليا سابلهم يوم الاثنين التاسع والعشرين من آب اعتصم أهل ويسام عراجي وبعض المقربين منه أمام قصر العدل في زحله وطالبوا بالإفراج عنه بعد مضي أربعة عشر شهرا على توقيفه بتهمة اختلاس ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وسبعين مليون ليرة من مركز أوجيرو شتورة شقيق عصام عراجي يرفض تحميل أخيه هذه الفضيحة عصام عراجي رئيس فرع شتورة من 2008 2009 ويسام بيستدعوه بيقوله على التليفون من بيروت ب13 ست ل2015 بيقوله الرئيس علي إبراهيم تشرفي عنه نهار الأربعة بينزلي عند الرئيس علي إبراهيم نهار الأربعة وبتمتوقيفه تنفترض ويسام غلطان هل ويسام بيكون عامل هالقصة كلها من 2011 إلى 2016 و15 ليش غاب كشف حساب البنك خمس سنين مين غيبه ويسام ما معاه تفويد بيعمل كشف حساب بنك لا شهري ولا سنة ولا إله دخلي إله دخلي بس كفرع شتورة يحط مصاري مين هالكشف غيبه بس بسأل خليه نرده عليه كيف غاب هالكشف بحسب المصدر القضائي قضية الموقوف عراجي هي في إطار الاعتداء على المال العام والمادة 108 تنص على عدم تخلية السبيل بعد سنة في مثل هذه القضايا أنا خيئ له 14 شهر موقوف همباري احتلع حيسو على المادة 108 بلا ليرة كفالة مالية مع أنه متهم بـ 52 مليون دولار أسئلة كثيرة تطرح بعد قراءة الاستجوابات في هذا الملف لماذا أخلي سبيل الموظف في أوجيرو شتورة فادي حمزي بعد ثمانية أيام على توقيفه وكذلك مفتش وزارة الاتصالات الذي أوقف 15 يوما وأخلي سبيله ولماذا لم يستجوب كل موظفي المصرف الذين أصدروا الإيصالات المزورة فادي حمزي بوقت الوقت لأجا تفتيش المالي سألوه أنه فتاح الكمبيوتر قالوا ما معي الباسورد فتاح الخزنة قالوا ما معي الكود الخزنة نكر كل شي أنه ما بيعرف شي بيستدعوا الموظفين أحد الموظفين وموظف 2-3 بيجي بقولوا لا الباسورد بيفتح وبيعرف كل شي فادي وهو معاه كل شي برجع بيفتح الخزنة وبيلاقوا أموال بالخزنة 97 مليون بش لازم يكونوا بخزنته لازم يكونوا ويدوهم بالبنك بعدين أنا عندي شغلي على البنك يعني بدي يضو الضوء عليها كتير أساسية وكتير فعلية نحن اليوم سبع موظفين يعطين إصاليات مزورة حسب الملف وحسب أسامل وموظفين كلهم موجود عندي بيستدعوا واحد بوقفوه بيطلعوه بكفالي 25 مليون تخلية سبيل جديدة قدمها محام عراج في الأول من الشهر الجاري وينتظر بت طلبه ليالبو موسى قناة الجديد أهلا بكم مجددا ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير محور احتفالية في بلدة رشمية علي اتفاقية بين لبنان والبنك الدولي لتنظيف بحيرة القرعون وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزالي أوضاع النازحين السوريين في لبنان نقشها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والسفير السوري علي عبد الكريم علي وبحث إبراهيم في الأوضاع العام مع السفير السويدي آخر المستجدات تناولها رئيس مجلس النواب نبيه بري ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توماس شانون والسفيرة الأمريكية إليزابيز ريتشارد ثم التقى بري المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعرض معه الأوضاع الأمنية حذر لقاء الجمهورية خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس ميشيل سليمان من حرف الأنظار عن الجريمة الميثاقية والدستورية وتعطيل الرئاسة الأولى والهروب إلى الأمام لمراكمة الأخطاء على الخطايا وسأل بأي حق نضرب رأس الميثاقية ونتباك عليها سلسل في أشياء نحن إذا فيها اتفاعة مبدأي أحييت اللجنة الوطنية ذكرى السادسة والتسعين لإعلان دولة لبنان الكبير باحتفال أقامته في باحة الملعب البلدي فرشمية قضاء عليه برعاية الكاردينال مارفشار بطلس الرعي ممثلا في النائب البطرياركي العام المتران سامير مظلوم قدم الحفل رئيس رابطة شبيبة الرشموية الزميل سعد الياس أمآن الأواني أن ندرك الأخطار ونعود إلى رص السفوف وتوحيد الكلمة بين جميع اللبنانيين والتعالي على الجراح والمصالح الفردية والفئوية لما بشوف أنه بالسبتة وسبعين صار فيه انتخاب صار فيه انتخابات لرئاسة الجمهورية بعز دين احتلال بنصدين حروب بنصدين معارك يمكن والصلاعات سياسية بين كاميل شمعون وبياري جميل ومنعرف أن اتنايتهم كانوا مرشحين على رئاسة الجمهورية ولكن بالنهاية ولا واحد منهم إجاء أو أنا أو لأحد أرى الحزن والأسى يخيماني عليكم لو علمتم أن لبنان الكبير يعجز عن انتخاب رئيس الجمهورية بعد 43 جلسة فشل وقع وزير المال علي حسن خليل والمدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر اتفاقا للحد من تلوث بحيرة القرعون حضرت توقيع وزيرات طاقة والمياه أرتير ناظريان والبيئة محمد المشنوق الأهداف الأساسية لإله هي الحد من كمية مياه الصرف الصحة الغير معالج اللي عم بتصب هذه البحيرة وتحسين إدارة التلوث بنواحي بحيرة القرعون في راشية وخلال لقائه مربي أبقار الحليب في لبنان أكد وزير الصحة والأبو فعور أن بعض كبار التجار وأصحاب المعامل يحددون الأسعار وفق مصالحهم الخاصة بساطة بيحطوا بيحددوا الأسعار وبيحطوا القواعد وحتى بيتحكموا بالإليات الداخلية لعمل بعض الوزارات مثل وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة وغيرها من الوزارات وفق مصالحهم للأسف لأنه تعودوا تاريخيا أنه هناك بعض الألسن تتلعثم أمام سطوة المال افتتح سفير دولة الإمارات العربية حمد سعيد الشامسي مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في بلدة شبعة الذي باشر استقبال المرضى ووضع الشامسي حجر الأساس لمبنى خاص بموظفي وأطباء المستشفى إهمال طبي أدى إلى وفاة الطفل عباس محمد جعفر البالغ ثلاث سنوات من بعد بك الهرمل فبعد ارتفاع حرارته نقلته أسرته إلى مستشفى العاصي وهناك وبعد مرور ساعات أدى على وصوله أفاد الطبيب المعاين أن حالته جيدة ولا تستدعي القلق جبته على مستشفى العاصي كانت حرارته ثمانية وثلاثين ونص طلبنا الدكتور عماد المخ عماد المخ دخلوا على التليفون قال أنا بدي ثلاث ساعات ونص لأجي على المستشفى ظل أحد عجر ساعة لأجي إجي ثلاث دقائق أربع دقائق أفال وناشد والد الطفل وزير الصحة ملاحقة الشكوى التي تقدم بها ضد الطبيب المعاين فضيحة السوبر توكانو أنظمة إسرائيلية للطائرات اللبنانية هي فضيحة قديمة تعود فصولها إلى عام 2014 أعادت جريدة الأخبار الإضاءة عليها لا سيما أن القصة عمرها من عمر الوعد السعودي بهبة المليار دولار المتبخر أنذاك كان على الجيش أن يستخدم نصف هذا المبلغ أي ما يربع على 500 مليون دولار لشراء أسلحة وذخائر تمكنه من مواجهة الإرهاب ولأن جيشنا يعتمد منذ التسعينيات على الولايات المتحدة كمصدر ومورد أساسي لتسليحه فقد قصد واشطان للغاية فتلقى وعدا بإمداده بعشر طائرات من نوع سوبر توكانو وعندما تراجعت الرياض عن هبتها تكفلت واشطان بتزويد لبنان هذه الطائرات مجانا ليتبين لاحقا أن وراء هذه الطائرات شركا إسرائيليا للبنان لبنان ليس له أي دور في اختيار هذه الطائرة الأمريكان اختاروها ونقطع السطر أصلاً هني كلهم على بعضهم يعني عشرة سوبر توكانو لأن طائرة مش متطورة لأن ليش هيدون سوها لأن هذه طائرة تستعملها عادة الشرطة بالعالم يعني بالبرازيل بيستعملوها لمكافحة التهريب بكلومبيا بيستعملوها لمكافحة التهريب بتشيلي بيستعملوها لمكافحة التهريب يعني بعد ما طوروها الأمريكان والإسرائيلية صار فيك تحطي عليها صواريخ وذخائر متطورة بنفس الوقت هي كتير رخيصة بس أنه هل بتشكل خطر لا أنه طيارة يعني أقدم طيارة إسرائيلية لوحدة بتنزل كل شي في سوبر توكانو بالعالم يعني أنهم تطوير عقلها الإلكتروني للطائرة تحويلها إلى طائرة إلكترونية فيها عقل إلكتروني حديث خل الأمريكان يتعاقدوا مع شركة إسرائيلية اسمها ألبت فهذه الشركة هي اللي عملت لها مش جهاز العصبي للطيارة هي اللي عملت لها دماغها طريقة حفظ المعلومات بقلب الطائرة الشركة الإسرائيلية عاملته خلاصة الموضوع فينا نقول أنه هذه الطيارة صناعة إسرائيلية وطائرات سوبر توكانو الهجومية الخفيفة في أساسها طائرة توكانو البرازيلية أنتجتها شركة إمبراير عام 2003 وبحسب موقع وايكيبيديا يبلغ سعر الطائرة الواحدة نحو 14 مليون دولار وهي ما زالت في الخدمة لدى القوات المسلحة البرازيلية وقت لتواصلت مع الجانب العسكري اللبناني شو كان التوضيح؟ نحن بيقولوا شغلة وحدة أنه نحن عم ناخد هبا ما فينا نحط شروط في دولة هي حطة أنوت أنه أنت ممنوع تتعامل مع إسرائيل هذه الدولة هي زيتا بتخالف الأنوت بس أنه كمان هم يفتح باب على سؤال كتير كبير هذه برامج هذه الطيارة بدون يعمل لها صيانة مستقبلة مي مري يعمل لها صيانة؟ وأمام هذه الفضيحة تؤكد المعلومات أن مسألة الطائرات العشر سالكة وتجري من دون عقبات فهل أقحم الجيش اللبناني في صفقة سياسية المستفيد الأول والأخير فيها؟ إسرائيل دانين دعبوس قناة الجديد بوتين يزوف بشرة قرب العلان عن اتفاق الروسي الأمريكي لتسوية الأزمة السورية وخروج المسلحين والمدنيين يتوالى من درية المحاصرة لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق تعاون قريب لتسوية الأزمة السورية ووصف بوتين المحادثات حول الأزمة السورية بأنها صعبة جدا وقيمها عاليا مساهمة وزير الخارجي الأمريكي جون كيري في تجاوز الخلافات بين موسكو وواشنطن تصريحات بوتين جاءت في مقابلة مع وكالة بلومبرغ على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في شرق روسيا في رأيي نتحرك في الاتجاه الصحيح ولا أستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت وأعلان هذا الاتفاق المشترك على المجتمع الدولي لكن من الصابق لأوانه الحديث عن ذلك ولكن أعتقد أننا في الاتجاه الصحيح ميدانيا بدأ عشرات السوريين من أهالي مدينة دارية عند مدخل مدينة الضاحية المعظمية بريف دمشق التي تسيطر عليها المعارضة السورية الخروج منها وتأتي تلك الخطوة استكمالا لعملية خروج السكان المدنيين والمسلحين من دارية ضمن اتفاق أكبر يشمل خروج المسلحين والمدنيين من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بعد اتفاق بين الحكومة السورية والمسلحين يقضي بالعفو عنهم وفرض سيطرة الدولة على المناطق التي يخلونها وكانت أسماء المغادرين ضمن القوائم الخاصة بمدينة دارية المجاورة وكانوا قد فروا من دارية إلى المعظمي ويقدر عددهم بنحو 300 شخص وفتشت قوات الأمن حقائب العشرات من الرجال والنساء والأطفال قبل أن تقل لهم الحافلات متجين إلى ملاجئ خارج الضحية في المناطق المجاورة التي تسيكر عليها الحكومة اليوم اللي عم يصير هو إجلاء الدارية الموجودين داخل المعظمية من مسلحين دارية أو مدنيين دارية إلى منطقة حرجلة لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن استكمالاً للاتفاق الذي تم في مدينة دارية اليوم سيخرج 303 أشخاص بين النساء وأطفال ورجال وليس هناك حتى الآن اتفاق بشأن خروج السكان أو المسلحين من المعظمية التي يقدر عدد سكانها بنحو 28 ألف شخص انفجار في الفلبين يستهدف مكاناً يتردد عليه الرئيس ويوقع قتل وجرح قتل عشرة أشخاص وأصيب 60 آخرون من جراء انفجار وقع في مدينة دافاو جنوبي الفلبين واستهدف السوقاً ليلية مسفراً عن إصابة 30 شخصاً على الأقل والمدينة هي مصد رأس الرئيس رودريكو دوتيرتي وقد وقع الانفجار خارج فندق يتردد إليه كثيراً وذلك بعد تهديدات تلقاها دوتيرتي بالاختيال وقلل من شأنها وقال باولو نجل الرئيس لرويترز إن والده كان بعيداً من موقع الانفجار عند وقوعه ويحظى دوتيرتي بشعبية واسعة في دافاو التي شغل فيها منصب رئيس البلدية أكثر من 22 عاماً قبل فوزه المذهل في الانتخابات العامة في أيار على خلفية شعبية حظية بها بسبب تعهده بشن حرب على المخدرات قتل فيها أكثر من ألفين شخص منذ توليه الرئاسة في الثلاثين من حزيران ودفاو تقع في جزيرة مندناو التي تشهد نشاطاً لمسلحين إسلاميين منذ عقود لكن المدينة ذاتها تمتعت بالأمن إلى حد كبير في السنوات الأخيرة نعت أسباكستان رئيسها إسلام كريموف الذي توفي عن عمر نهز 78 عاماً بعد إصابته بجلطة في المخ وأعلنت أنه سيدفن غداً في سمرقند وصفة إياه بأنه كان رجلاً عظيماً وقد عين رئيس الوزراء شوكة ميرزاياف رئيساً لللجنة التي ستشرف على دفنه خمسة وعشرون صحفياً يقبعون في سجون الاحتلال سبعة منهم معتقلون إدارياً وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى خمسة وعشرين سبعة منهم معتقلون إداريون وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن من بينهم طالب الإعلام في جامعة القدس مالك الآضي والمضرب عن الطعام تنديداً باعتقاله الإداري لليوم التاسع والأربعين على التوالي وهو محتجز في مستشوى ولفسون الإسرائيلي وحالته خطيرة وتعتقل إسرائيل كذلك السحفي نضال أبو عكر الذي أعيد اعتقاله إدارياً في التاسع من آب المنصر علماً أنه كان قد أمضى ثلاثة عشر عاماً في السجون الإسرائيلية بينها تسعة أعوام إدارية خاض فيها إضرابات فردية عن الطعام كما يعتقل الاحتلال السحفيين حسن الصفضي ومحمد حسن قدومي وعمر نزال وآخرين ويمدد أوامر الاعتقال الإدارية الصادرة في حقهم تعسفياً إلى جانب ثمانية عشر صحفياً بين محكوم وموقوف وأقدمهم المعتقل محمود موسى عيسى المحكم عليه بالسجن المؤبد الذي مضى على اعتقاله إثنان وعشرون عاماً العلاقة بين كلينتون وشغوري قد تطيح بمستقبل هيلاري على الرغم من فوزها بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية إلا أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تواجه عقبات قد تحول دون وصولها إلى البيت الأبيض إحدى هذه العقبات لبنانية الأصل جيلبارت الشاغوري ملياردير لبناني ذا عصيته في أفريقيا وتحديداً في نيجيريا جمع ثروته في مجال العقارات والنفط لكن مع علاقة الشاغوري بكلينتون قبل بضعة أيام ضجت الصحافة الأمريكية بفضيحة تتناول استخدام كلينتون لمؤسستها في عملها في أثناء توليها منصب وزارة الخارجية الأمريكية بعد عملية تسريب للبريد الإلكتروني التابع للمؤسسة وهو تضارب يتعارض والقصم الذي أدته كلينتون بألا تستخدم أي من نفوذها وصلاحياتها كوزيرة للخارجية في عمل مؤسستها ضمن الرسائل الإلكترونية يريد اسم الشاغوري هو الذي تبرع لمؤسسة كلينتون بمبالغ تتراوح من مليون وخمسة ملايين دولار يطلب الشاغوري في رسالة عام 2009 لمؤسسة كلينتون توفير اتصال مع مسؤول الملف اللبناني في وزارة الخارجية الأمريكية جاء الجواب بأن عليه التواصل مع جيف أي جيفري فيلتمن الذي أنهى ولايته كسفير للولايات المتحدة في لبنان لكن الهجوم على كلينتون من خلال استخدام اسم الشاغوري لا يقف عند هذا الحد اذ تعمد المرشح دونالد ترامب توجيه سهامه إلى كلينتون زاعما أنها تتلقت دعم من شخصية تربطها علاقة بحزب الله فبحسب مذكرة صادرة عن الـ FBI عام 2013 سهم الشاغوري في تمويل الجنرال ميشيل عون وكان هذا المال يوصل إلى حزب الله تهمة ينفيها التيار العوني نفيا قاطعا كما أن العلاقة بين عون والشاغوري انقطعت نهائيا بعد خلافات حول استخراج النفط في لبنان ليصبح الشاغوري الداعم الأول لوصول فرنجي إلى سدة الرئاسة ومع ذلك كله منع الشاغوري من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة فليطيح لبناني مرشحة الحزب الديمقراطي أهلا بكم جديد الأخبار الفنية في تقرير لدارين شاهين مساء الخير مرة جديدة بيثبت لبنان وجوده على الخارطة الثقافية بالعالم من بعد ما تم إطلاق مهرجان مسكون الأول والفريد من نوعه بالعالم العربي كونه الوحيد اللي يعنى بأفلام الرعب والفانتازيا والخيال العلمي مهرجان مسكون رح يمتد بين 14 و 18 أيلول بسينما متروبوليس وسيختتم بعروض الأفلام عربية أصيرة بين أربع لبنانية الممثل العالمي ميشيل رودريجز قريبا بدور متحول جنسيا بفيلم توم بوي حيث بتلعب ميشيل دور قاتل مأجور تم تحويله إلى أمرأة وبتقول بأنه من خلال دورة رح يتم تسليط الضوء على كل المشاكل يلي بعاني مننا المتحولين جنسيا بالعالم هالتصريح هو حسب ما ورد ببعض الوسائل الأعلامية الأمريكية ما أنعى الكثير من المتحولين والجمعيات الدعمة لهم كون بنظرهم كان على المخرج أنه يستخدم ممثل هو فعليا متحول جنسيا شكلت إرادات فيلم The Sea of Trees للنجم ماتيو ماكنوغي والنجم ناومي واتس صدمة لكتار من نقاد وعشاء السينما فعلى مدى خمسة أيام من عرضه تمكن الفيلم من جمع 2700 دولار فقط بشباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية فيلم بحر الأشجار بيروي حكاية أمريكي سفر إلى اليابان للانتحار عند صفح جبل وبينما هو باليابان بيلتقي بأحد السكان المحليين لأجوا لنفس الغرض بذكر أن فيلم Sea of Trees شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجين كان السينماية عام 2015 إلا أنه ما حصل على أي جائزة ويمكن يكون هذا هو السبب لدفع الجمهور على الأغلب لعدم الاكتراس له هيدا كان كل شي بالنسبة لنشرة فن الخبر للليلة أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سرات موسيقى 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 فيديو خاص تم إرساله لترانز من بلاك بونشر وهو هاكر من جنوب لبنان اخترق أكتر من 500 موقع إسرائيلي وسحب معلومات عن الجيش بتتضمن هويات ووثائق أخرى لكن هالمرة حاب يوجه رسالة خاصة للكيان الصهيوني من خلال اختراق موقع مايكروسوفت قسم إسرائيل وأرسل بلاك بونشر فيديو إلو بيوثق فيه لحظات الاختراق ووضع مكان الموقع صورة لجندي إسرائيلي موجه بارودة على طفل فلسطيني مع تعليق أنه تم اختراق هالموقع من قبل شاب عمره 16 سنة الأمان هو مجرد خضعة ويوما ما رح يتم دخول فلسطين لا تبقى هالصورة مع التعليق على الموقع حتى الساعة نترانزلايك لكل شاب عم يقاوم هالكيان بكل الطرق الممكنة صورة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك وتويتر وهي صورة لسيارة كتب علي أنه صاحب محل شوكولات باتشي مديوم بمبلغ 4800 دولار لمعلم تبليد ومش عم يتفعله ياهن ليبلش كل شخص إله علاقة بالمحل المذكور وحس حاله معني بهالكلام من إصدار بيانات وتصريحات بتنفي هالموضوع وبتكذبه تماما لكن هالشي ما منع كتار من الناشطين ومن ضمنهم صحفيين وفنانين من المساعدة بنشر هالصورة لتصير قضية رأي عام وحملة لنشر كل فاسد في البلد والتشهير فيه حتى يرجع كل حق لصاحبه وريتويت نترانز موقف محرج اتعرض له النجم جاستن بيبر خلال رحلته مع صديقته صوفيا بعد ما وقفه لتناول الغداء بمحل سابوي بي كاليفورنيا ويلي صار انه جاستن هو واقف بالدور اللي يدفع حساب الساندويش كردت كارد ما كانت عم تمشي معه وتم رفضة ليتم انقاذه من قبل احد المعجبين يلي كانوا ناطرين وراء بالصف جاستن شكر مباشرة الشاب يلي دفع عنه لتنتشر الخبرية عبر المواقع مع صورة لقلقه هو وظاهر من المحل وتعليقات انه للأسف مش رح يتم شكر الشاب عبر الانستغرام من بعد ما سكروا جاستن مؤخرا بالوقت نفسه عم ينتشر هاشتاغ بريفور سالينا بشكل كتير كبير من قبل معجبين الفنانة سالينا جوميز كنوع من التضامن معه وتأويته بعد تشخيص إصابتها بمرض قذب قررت الحكومة الإيطالية منح كل شاب إيطالي تم 18 سنة مبلغ 500 يورو كمنحة ثقافية يصرفة على اشياء مثل الكتب سينما متاحف وحفلات موسيقية هالمبلغ بتم استلامه عن طريق تطبيق على الموبايل ومن خلاله بتم دفع التذاكر للمتاحف أو الكتب وغيرهم من الأنشطة الثقافية فقط هالخطوة اللي رح يتم تطبيقه ابتداء من 15 شهر الحالي اجت لتذكير الشباب بأهمية الثقافة بحياتهم وتجي عليها كما عم يتم درس منح مبلغ مماثل سنة 2017 للمدارسين لأنفاق على التطوير المهني مشاهدين لهن منكم وصلنا لنهية الترينز الليلة لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فينا صفحة الترينز على الفيسبوك صفحتي أنا على الفيسبوك تويتر انستاجرام وسناب شات وأكيد ما تنسوا توتاج عند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتطبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة تصبحوا على خير في الختام تذكير بالعنوين الجديد تنشر محضر القرار الاتهامي بتفجيري ترابلس وريفي يطلب مغادرة السفير أدعو الحكومة اللبنانية إلى طرد سفير هذا النظام من لبنان ولا قطعوا كل العلاقات مع هذا النظام بعد منعها من التصريح بشرة فوق القانون وتتحدى أنا اليوم بخندق الحسين وهن كلهم بخندق يزير كلهم بدون استثناء قطع البحر لمد الجفور سباحة متواصلة من صيدة إلى بيروت اختلصوا المليارات من أجيروشتورة وتركوه وحيداً ليش غاب كشف حساب البنك خمس سنين مين غيبه؟ والإرهاب يبلغ الفلبين ويستهدف الرئيس نشرتنا انتهت لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد وعلى فيسبوك الجديد وأيضاً على تويتر الجديد نيوز شكراً لحسن المتابعة وتصبحون على خير